موسيقى ما هو الضعف الجنسي للرجال? هو عبارة عن ضعف الانتصاب. فيؤدي اما عدم حدوث علاقة زوجية او يحصل ضعف في الانتصاب اسناء العلاقة الزوجية. ده بنسميه ضعف جنسي. ايه هي اسبابه الشائعة? اسبابه الشائعة طبعا من اكتر الناس اللي معرضين يجي لهم مرض الضعف الجنسي او مشكلة باش نسميها مرض. لو قلنا مشكلة الضعف الجنسي. اه اكتر الناس المعرضين لكده طبعا هيبقى في المقام الاول مرضى السكر. اه وهنشرح ليه بعد كده مرضى السكر هما اكتر شريحة. بتبقى معرضة لكده. اه الناس اللي هما الهيفي سموكر اللي هما بيدخنوا بس بيدخنوا كتير جدا. اه مدمني المخدرات والكوهليات. وخلينا نتكلم في حتة المخدرات انه المفهوم الشائع الترامدول والحشيش والحاجات دي بتزاود القدرة الجنسية كل الكلام ده مش مزبوط طبعا. من ضمن الاسباب طبعا القلق والاكتئاب والتوتر ممكن يسبب نوع من انواع الضعف الجنسي. اه مشاكل البروستاتا ممكن تسبب ضعف جنسي. مشاكل القلب والشرايين ويتصلب الشرايين ممكن يسبب ضعف جنسي. الناس اللي عندهم الكوليسترول والليبت بروفايل بتاعهم عالي ده ممكن يسبب ضعف جنسي. اه التقدم في السن سبب من اسباب الضعف الجنسي. الانتصاب الطبيعي. اه ليه بنشرح هيحصل ليه الانتصاب الطبيعي? علشان نفهم انه العلاج اللي احنا مقدمينه علاج علمي ومعتمد على طريقة ازاي ده بيحصل. يعني بيحصل ازاي انتصاب طبيعي. عندنا مادة اسمها نايترك اوكسيد. دي بتفرز نايترك اوكسيد دي مادة بتزود الدورة الدموية. خلاص دي بتفرز من حاجة اسمها نون ادرينارجيك نون كولينارجيك نيرونز. نيرونز دولة يعني خلايا عصبية. يبقى ازا الانتصاب الطبيعي يتطلب مني حاجتين اللي هما حاجة اسمها نيوروفاسكولر ميكانيزم. يعني این نيوروفاسكولر ميكانيزم؟ يعني اعصاب كويسة. و دورة دموية كويسة. لو انا عندي الحاجتين دولا كويسين معناها ان انا عندي انتصاب كويس ومش هيبقى عندي مشكلة. وجود خلل في مشكلة من الاتنين بقى بيعمل لي مشكلة. طيب الحاجة التانية. ايه اللي بيحصل? ده لما بيفرز بيزود بتاع الكالسيوم. فيفضل يدخل كالسيوم جتير جوة الجشاء الخلوي بتاع الخلية لحد ما يحصلها تتشبع والاستقطاب بتاعها هيزيد جدا. فيبدأ يزهر مادة. بنركز من اول هنا لان العلاج بتاعنا هيبقى متوقف على ده. اسمها الكالسيوم تشانل بلوكر. يعني ايه كالسيوم تشانل بلوكر? اه الكالسيوم تشانل بلوكر دي. اه اه دي بتعمل ايه? بتعمل تمدد في جدار الوعاء الدموي. فيبدأ يزيد حجم الوعاء الدموي. وبيتقل يزيد الدورة الدموية اللي داخله. ليه شرحنا الحتة دي عشان نقول لكم ان العلاج اللي احنا بنقدمه هنعمل ايه? احنا هنحقل مادة الكالسيوم تشانل بلوكر. عن طريق احنا قلنا ان الشغل كله في العملية الانتصاب دي محتاجة استقطاب ايوني للخلية. عن طريق الجهاز اسمه الايونتوفوريزز ده جهاز امريكي. اللي هو العلاج بالاستقطاب الايوني. بندخل بنفس الطريقة الكالسيوم تشانل بلوكر. اه الحقن بيكون جوه الجهاز. والجهاز هو اللي بيوصل عن طريق الاستقطاب الايوني للخلية. اه بنحقن مادة الكالسيوم تشانل بلوكر مع مادة مضادة للالتهاب عشان لو فيه التهاب في العصب. بنحقن فيه الجهاز ده العضو الزكري او الشرايين الخاصة بمعنى اصح بالعضو الزكري. ومن هنا فعلا بيزيد الالتصاب وبتتحل المشكلة تميما. وبنعمل حاجة من الحاجات في بعض الحالات بنحتاج نعملها. حاجة اسمها شوك ويف. اه موجات تساطمية. بنعمل فيها ايه? بنحطم الاوعية الدموية. بنقسر الاوعية الدموية الخلاص اللي بايزة. زي مثلا في مرضى السكر والاوعية دي بوزل. بيحصل ليه بيعمل ان يحصل يعني اوعية دموية جديدة. وفيه جهاز امريكي تاني بيطلع موجات. الموجات زي لها طول موجي معين. بتفرز مادة اللي احنا شرحناها. فبالتالي احنا كده ايه? نبقى حلينا كل المشاكل. فوضل العصب بندخل عليه. العلاج بالمجال الكهر ومغناطيسي. والعلاج بالمجال الضوئي. فكده بنكون دمنا انه حصل يعني انتصاب كويس جدا. ويكون ان شاء الله كل ما بدأنا علاج بدري. يعني الموضوع بيحتاج من 4-6 جلسات. مريد السكر بيحتاج طبعا اكتر على الاقل 12 جلسة. والمشكلة بتنتهي كل ما بدأنا بدري.